بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم اهزو الفلاه و مرحبا بكم اليوم دائما في حلويات العيد اليوم جبت لكم احتصاب جوز الهند وصفة بنينة اقتصادية بدون بيض تجي مقرمشة وتجي مع الكامل داخل نتمنى الوصفة هذه ريحة تعجبكم يعني توجدوها يعني ما اتخذ لكم مش وقت كثير المهم ما تنسوش تشتركوا في القناة اذا لم تكن مشتاكل ما تنسوش في اللايك نروحوا مباشرة الى الوصفة والمقادر هنا عندي خالط من السمن والزبدة السمن هذا رح يعطي لها واحد البنة ستكون يعطي لها بنا رائعة المهم حطيت هنا مية غرام السمن يكون يعني بحرارة المطبخ يكون غامولي ثاني زبدة تكون طريية مليح 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 الزبدة ثاني درت مية وعشرين غرام يعني مية وعشرين زائد مياه ميتين وعشرين وهنا يا سكر حطيت مية وعشرين غرام اه لا هنا سمحوا لي احبت مية وخمسين غرام المهم تحبوا تنقسوا مية وعشرين تقدروا تنقسوا مية وعشرين مهم مية وخمسين غرام اه لأخر تتكر حبيبات وزيت عليها قشور الليمون وقشور البرتقال هاد القشور عندكم يكون احسن هاد القشور هاد القشور هما لحن يعطلهم لزيس هاده هما لحن يعطلهم بنا المهم هنا يا دربت الزبدة تاعي هاده كل وسم ودربت السكر دربتهم حتى هنا رايح هنوجد الفارينة تاعي عندي ثلاثمية وثمانين غرام فارينة ولا طاحين والمهم الدقيقة الابيض نصف ملعقة مغرفة صغيرة تاع خميرة كيموية خميرة الحلوة وربع ملعقة صغيرة بيكربونات سودا نصف ملعقة تاع الخميرة وربع تاع بيكربونات سودا هنا يا رايحة ندير الطاحين تاعي والفارينة نديرها مع هذا الخالط دفعة واحدة يعني رايحة تتشرب بالكم مهم ما فيهاش البيت دونك غير هادك اليدام هنا رايحة نزيد 100 غرام جوز الهند ولا لانوات كوكو هنا عندي 100 غرام يعني الحلوة هالي مجيكمش بزاف حلوة يعني حتى 150 غرام جت مليحة برك ولا ما تحبوش بزاف الحلوة من بعد رايحة نديرها غير مربع لا تجيش بزاف حلوة بالنسبة لكمية الفارينة هادك هي المهم هنا يا زيت مع هادك الفارين زيت مع هادك 100 غرام جوز الهند هنا رايحة نزيد نرجحهم نخلطها بالنسبة لها بالرابو شوفوا يعني حتى لعجينة هادك تماسكت شدة روحة بعد درتها في الماليموت هذا في المغذائي ونحطها في التلاجة يعني لازم تحطوها ولكنتم مزروبين ديروها في المجمد حوالي هكا 20-25 دقيقة تلقوها شدة مليحة أنا حكمت هاد المول ان سيليكون تقدروا المول اللي حبيتو ولا حبيتو تخرج لكم كمية كبيرة ديرو مول يكون شوية صغير على هادا أنا هاد المول كبير حبيت نديرو بس كعجبني الشكل هنا دهنتو بالزيت دهنو المول تاكم لانو العجينة فيها ليدام مل أحسن ديرو وزيدو عليها شوية فارينة بشك تنحوها تتنحلكم بكل سهولة لانو ذاك المدهنتوش وما درتولوش الفارينة المول تاكم تلصق لكم هذا السيليكون المهم تدهنوها مليح ودلوش شوية فعينة هنا تاخدوا انبول وتشوفوا ولاجت قيس هاداك قيس هاداك المول يعني سيبونت تدخلوها مليح مليح باشتاخد لكم هاداك الشكل والفورتاع هنا ساخنة على مية وثمانين دراجة والعجينة هاداك تبقى عودوا ورجعوها التلاجة لا تدخلوها شوية برا هنا عندي شوية جوز الهند وهنا عندي الموربة هادا اللي خدمته في البيت المشمش تبقى عودوا تبقى عودوا لكن احبتوا تديروا تبقى عودوا عفوة نصحكم تديروا هادا هي تشبه شوية ذكا حلوة ريشبونت اللي يديروها بلانواد كوكو لكن هادا تبقى معلكة عليها المهم هنا نطلي السطح اللي حلوة هادا كامل يعني اللي حلو كونتو تحها بالموربة بلا كون فيتشو ونبعد نديرها فلا هادا كجوز الهند حكتا كما راكو تشوفو صدقوني الحلوة هادية ما تاخدكمش بزاف الوقت ولا كنتوا مثلا هاكا مزروبين وحرتوا وش تديرو تقدروا هادا الحلوات ما تشدلكمش بزاف الوقت تحضر بسرعة والمقادر تحام بسيطة عفوا وهنا يا هادوك ثوقب هادا كتاع الحلوة إلا درتموها كافية عمروه ثاني بالموربة تجيكم تجي المنظر تحت هادا شباب وتزيد تعطيل هادا ثاني بنا هادا الموربة تزيدو هادا يا يعني ماشي غير هادا كليدرنا باش نلسقو نواد كوكو المهم كانت هدي هي الوصفة وصفة جد اقتصادية هنا نقسم لكم حبا شوفوا هي جيم قرمشة يعني جيم قرمشة مليح مليح والداخل جيم علكا يعني في عند وحد البنة يعني خاصة هاي اللي كيما لكم تشوفوا ندخل جيكم معلكا المهم اتمنى الوصفة هدي تكون عجبتكم ونقلكم الى المتاقة ان شاء الله سحبت لكم و السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة